أساس فؤاد حدد أيوة هو كان طبعاً معروف جداً جداً وموضوع المساحراتي آه طبعاً وحديك كتابت للمساحراتي بالظهر إيه الفرق بينكم مساحراتي ومشيت في ضي فؤاد وسيد في كل حي لولا اللي رايح مكانش جاي لولا اللي راحل مكانش حي ولولا صوتهم مكانش حسي يطوي ضروب الليالي طي فؤاد وشاعر حداد وصوفي بالحب رتب أول حروفي طير حمامي وسكن عطوفي نزلت بحره مليت كفوفي من الزمرد من التمرد شربت منه وسائت ضيوفي يا عم سيد يا ابو الليالي مكاوي عطرك من مكة غالي عودك فتح لي ببان خيالي صوتك سمح لي أوصل علالي نورت قلبي وسهلت صعبي قربت نقصي من اكتمالي الفرق الزمن احنا انا عدت فترة طويلة جدا متهيب من انه يعني انا احنا كلنا جلنا كله عشق مسحراتي فوقات حداد و شفناه و سمعناه اولا في الاذاعة بصوت سيد مكاوي ثم شفناه في التلفزيون بصوت وصورة سيد مكاوي كما اننا قرأناه في دواوين اللي اصدارها فوقات حداد في حياته وكانت يعني شيء يعني عايز اقول هي خلاصة للضمير المصري وللوجود المصري وللفكر المصري وللأحسيس ووجدان المصريين وكتبها بعظمة واللي رشحوا لكتابتها يعني الموضوع ده تعرض اولا على صلاح جاين لكن صلاح جاين قال لهم في الاذاعة كانوا عايزين يكتبها في الاذاعة فقال لهم في اللي يكتبها افضل مني كويس وهقدم لهم فوقات حداد عشان هو اللي يكتب المصحرات فانا فوقات حداد توفع الله في منتصف التمانينات يعني وكت انا بقى روحت مجلد صباح الخير وكت تتلمست على ايده وجها لوجهي كنا خلاص بقينا زمل في نفس المكان وعايز رضيف ايضا انك تتلمست على مجموعة من الادباء والمفكرين حيث دايما بتقول صباح الخير لم يكن بيها مجرد صحفيين صحيح كان كل اللي فيها مبدعين والصحافة جانب من ابدعهم كويس لحد ما ربما الهمني كده فانا عملت ما يسمى مسحراتي العرب خرجت فيه خارج اطار المصرية وبحثت عن ايام العرب المجيدة والشخصيات اللي قصرت في تاريخ العروبة واخد بال حضرتك دا ديوان من الداويين المهم عنتي الحكاية دي جرأتني بقى على ان انا فيما بعد لما طلب مني المسحراتي فكرت في الموضوع فلاقيت ان في قضايا كتير قوي استجدت على المجتمع لم يناقش فؤاد حداد قلت فؤاد حداد عبر عن زمنه فماذا لو عبرنا نحن ايضا عن زمننا عن زمننا وعن القضايا اللي استجدد وطرحت علينا ايه فمن هنا تجرأت وكتبت كمان مسحراتي مصر البهية مسحراتي يا مصروية اولا 2009 ثم مسحراتي يا مصروية في 2010 محدش ابدا فكر هو ممكن هو الرجل دا مسلم ولا مسيح تم هوارد جدا ان المهنة دي يعملها واحد مسيح يمشي ومعها طب لو صوته حلو كويس ويلفع في الحواري وفي الشوارع ويصح الناس كويس فانا عملت القصيدة اسمها مسحراتي مسلم مسيحي وقلت فيها مسحراتي مسلم مسيحي بقول يا دنيا هتستريحي لو تقري ايه اللي جيف صحيحي تلقي التراحم بين النفوس رمضان بلدنا فانوس بمدنة وعندي صاحب اسمه فانوس جاري وشقيقي انسان حقيقي زاح عن طريقي حمل الكابوس وديني قال لي ماهش تخلي انك تخلي الجميع يصلي لتقول دبوذي او من المجوس مسحراتي بحب مريم وحب حنة وعم بطرس صاحبي في جنة ربك خلقها ويبل رقها بنيل نجاشي في الارض ماشي مسحراتي الله جميل